يقولون لأنه للبدايات كل شي يتقنها ولكن الحقيقة مش أي واحد أنه يقدر عليها صراحة ما عنديش بداية ليقوا بحكايتنا الليلة لكن تابعوني باش أنكم تستبدوا من العبرة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب اسلاميلي كنت من لكم تكونوا بخير ولا خير ومركم هانية أحوالكم طيبة إذا كنت يجدد على قناتنا أقول لكم مرحبا بيك وإذا كنت من أهل بضار بضار دار المؤنسة ديلكم عادت إليكم من جديد في حلقة جديدة وعبرة جديدة فقبل ما غادين بدون ما تنسوش أنكم تشجعوني بأنكم تقطعوا على زر الإعجاب لتحت لما تكلفكم حتى شي مجهود خير ما تعطلش لكم أكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا إلهام كبرت وسط عائلة محافظة من تحت الزيار أنت عبابة وأنت عمامة كنت نقرا في الثانوية أنا ذاك من تحت الإغراءات دي المراهقة ولكن ما كانش عندي مشكل لأن أمواليدي كانوا حرصيني ستقدمني أحد رجل أكبر مني بعشرين سنة وساكن في الدير الأوروبية أنا ذاك صراحة ما كنت باغا نهائيا ولكن ضرنا حجبتهم الفكرة ولكن خلوني أنني نختار ما كانش عندي صراحة الجرأة أنا نقول لهم باللي أنا أراني ما بغيتش حدهم شافوني ساكتة وقالوا صافي سيدرة وقيلة باغا كنت كان مكيمة بين يوم ما بين راسي يوميا وكنت كان حلم بأحلام لي كانت خيبة من بعد فجمعتي معاه يوم من بعد يوم لقيت باللي أنه إحنا ما نفهمينش دارنا لاحظوا باللي أنه أنا مماشي مرتاحة حتى وصلنا للعقدة دينا ما بغوش يتسروا لوراقي وأنا أنا ذاك كانت عندي 17 سنة تعكسوا لينا وخال هيئة ديالي توحي على أنني عندي 20 سنة المهم حتى الواحد النهار قال لي يا بابا واش باغا وللا وفاش قلت لي ما بغيتش صافي هنا ساندوني وساندوا الفكرة ديالي وقلت الله من الخير سيد قتابعني ولكن أنا كنت رفضة تماما من بعد هذا الحادث بحيلة تأزمت وديك السنة كان عندي الباك وما قريتش نهائيا خصوصا أنه الإضارة فاش تقول الخبار أنني على أبواب الزواج ترضوني ومعروش صراحة علاش ووش هاد الشيء يدار ولا ووش كين هاد القانون أنا ذاك ورغم ذلك دخلت بالسعطاف وخا كنت جبت في السيزيام 15 لكن في الباك خرجت لي الاستدراكية وما مشيتش دوزها وليتسد على راسي وما بغندو معه حتى شي حد وغير تمكي نهار ومطال ما توقعتش لا أنا لاظرنا بللي أنه هاد شيء قدر يترى معايا هي فاش تفرقت مع السيد وجات عندي منتعمي لأنويا بحال الصحابات أكثر من أختي كانت تبقى عندي وكان مشي لعندها وحوي جيكا تلبسهم وكانت تكبر مني بربع سنين كانت جاءت لعندي وقالت لي يا شوفي إلهام راك خالي مني أن أنت عندك 14 سنة وهو باغيك وخالها كان صغر منها قلت لأولي بنت عمي شنوك تخربقي وانتان بلك انت علاقة غير شرعية قلت لي لا راك باغيك ديال المعقول قلت لي لا أنا راني ما باغاش من الشيء تنشوف لقيت بلي أنه كان عندي صديق في الإنستغرام تشوفي يتصوري وكيتجاوب مع أي حاجة كان حتى قلت لها فلانا أنا يلا خرج من صدمة ما باغاش ندخل في شيء حاجة وحد أخرى ربما والله أعلم من هنا القدام تقدر تكون شيء حاجة ولكن أنا دابة فلانا ما مستعدتش الباك ما جبتوش وش نزيد نكملها نتعرف على شخص وحد أخر وانا بقا صغيرة شنو مشيتي درت انتي يا بنت عمي مشيتي قلت لي بلي أنه إلهام را ما بغاتكش وعني يا فوحد أخر وماشي انتا أنا السيد في إنستغرام ما تلاش كيف نلول معي ما كيتجاوب مع أي حاجة كان حتى قلت صافي را بعد مني ولكن عند بالي بلي أنه را ماشي على هذا السبب احتدى السمدة غادي القراءة عمي الثاني ديال باك شديته وهنا غادي صفت لي ميساج قال ينبروك أنا ذاك كان عنده وستاش في الخدمة دياله جيت عندي بنت عمي وقالت لي يا راسو بلفيك فلان وقلت لي راكي نجحتي يعني خالها ساكن معهم في الدار بحال خوهم حيث ما بينهما بينه غير ثلاثين المهمة أنا طلعت الجامعة ورجعت لي الحياوية حيث يلا نطو توقت من أمورها كان خروج أنا وصحابتي وكان نشطوا علما أنني إنسانة حركية وعزيت علي بزاف أنني نلبس ونخرج ونضحك وليس أنا وزوج صحابتي كان نخرجوا وكان نشطوا وكان تصوروا ومع لباليش بالعالم ديال الداري ما شهذاك هو كالهدف جاري بنت عمي كانت كتشوف اسطوريات ديولي وعند بالهب اللي أنه أنا راني دخل في شي علاقة مرمورها هدخالها كان حتى هو كيتفرج في اسطوريات ديولي وتي بدك يصفت لي مصدعني أخير السنة قلت أجي نعطي للراسي فرصة نجاوبه فعطته الساروت ديال أنه يبدأ يدوي معي كل نهار هو تقولي أنا راني بخيك وانتي خاصة تزوجي وانهار سمعتك غادي تزوجي بواحد كبر منك بقافية الحال وانتي خاصة يعتني بك ولي عيشك الحياة أنا صراحة تضهر الشرط بلس كنقول سبحان الله هاد سيد شحل عقله زوين ومع أنا ذاك كنت عنده الإجازة في الإنجليزية كنت يدوي معي بها بطلاقة وكانت يعبر كنت نقول سبحان الله صافي طاح الحق وصابقتها لماذا نقلب على شيء أخر؟ أنا رقيته وهنا فيما بغيت نقول لكم ما البنات ما تزربوش فقط حيث فرفروا الفراشات في المعدة ديالكم رأي البدايات يكونوا بحلاكة أخطر حاجة هي المكلة ديالدماغ المهم ونحن في عز جماعتنا مثل أب ديالو اللي هو بط مرت عمي وهذه الأخيرة كانت تجينا بحال الريحة يشحم في الشقور يعني بعاد ولكن يجوا عندنا وكانت مشوا عندهم المهم هو أن اللعزات ديالهم وذلك الساعة ديالفرصة أنت نفتح للسيد الباب كانت غير ما بيني وما بين نفسي وأخاك أنت يدوي معي كان دائما مقموع في ذلك الموت سنتشوفوا ونقصوا بجدوج وليس كنت نشوف في ذلك النهار كل شيء حاضي معي بحالة كل شيء عارف وأنا ما عارفه أخوه بدأت تضحك وقالت لها هذه إلهام أضحكت وقالت لها هي هذه لماذا سماع لي شيء خبار؟ قلت لي يلا أرى واحد السيد ستطم نهار عقل على راسه بغير يموت بدأت تضحك ومعانا أعطي العين في ذلك الموت لعيالات غير كي يشوفوا فيها خصوصا كأنه وسط البلاد واحد الرجل لم يمشي غير عنده هو وحجاجتي عارفه قال لي رح عجبتني إلهام بغيت نكمل ديني هذا شيء عارفته من بعد هو قال لي لا رح أنا خطبتها من عند أببها في ذلك العزو كله هضرة واحدة كالدور إلهام مخطوبة الفلان وذلك شيء ما كان منه أصلا ولو مرت عمي عرفت باللي أنا أخوهتي يبغيني وكي يموت ليا فكنت تقول أو كتلمح لماما رح فلان بغي تزوج ستحت لها راسها ماما كانت تقول لها يوزوجي رخك هذاك أو للك فين غادي يلقى وش غادي يبغي ليا ورمشي نخطبنا ليه ما بغاش وهو رابغة واحدة وما أعلنتها كانت تقول لها يوزوجي وخطبوا عليه لم أعلننا بعد ذلك الموت رجعنا للدار مع والدها وصفت لي ميساج إلهام ما بقيتش قد أنا سأجيب دارنا ونخطبكها بنت الناس قلت لي واخوة والد الناس مرحبا أعلنها ومشاكلها للدارهم وخوتهم حمعه ما عندوش والده كل شفرح إلا دك خطب أنا بنتعمي ذك الساعة صفت لي ميساج قلت لي رفلان جاي خطب أنتي ما قلت لي يا والوه إلهام قلت لها بالضحكة رادك شي بالمكتاب حتى أنا ما كانش على بالي وما أعطيتها شرس الخيط فشباب غايجي ختمشات العربية فاتت شهر وبقت تماما عياما يقول لي يا وفلانا أجي باش نمشي ونخطبه البنت لوسك ما بخاتش أنا هاد شي عاوثاني ما عرفشو جديك الساعة كانت يقول لي يا غير كانت سنو فلانا أنا هاجي من البلاد بنت عمي قلت لي يا رخالي قال لي هم يا فلانا إذا لم تأتي لا تبقى يقول لي أن تزوج وليس لن تزوج تشي وحدا المهم هي جات وانا قلتها لدارنا ولكن خطو ما زال ما جوش باش أنهم يخطبوا هي ما قلت لي ناوالو قلت غير قاسف وحضرنا عنا في الدار المهم جوا كلهم من بعد وقدرنا الخطبة بابا قال لي أنا ما قلت شرط عليكم انت واجهتك أنا راني مكان بيعش وانت يا الله بادي فماشي مشكلة أنا نتعاونه هذه بنتي أنا ندير لها العرس بابا شرط عليه شرط واحد انه البنت بغا تقرأ وتخدم قال لي ما مشي مشكلة أنا موافقة عمي فات خطبت شهر ثلاثة وكان خاص أنا وتخرج لنا واحد الموافقة باش أنا نتكاتبوه كنا غادي نديرو العرس شهر سبعة ما خرجتش لنا الموافقة اللي في المفروض انها ضغية كتخرج ولكن تعكسات مشينا بدلنا تاريخ دي القاعة تال شهر تسعود اللي انسيس ما قلت لكم باللي انه شكو ندخلي الفكرة انتع الزواج به هاد السيد ابنت عمي لأنها قطعت رجليها علما انها كانت فرحانة وكانت ان نتزوج به وانا غيرت خطبت قلباتي عليها قلبة واحدة وسمها خرجته وكانت تعمر فيه وكانت تعمر في مرت لوسي اللي يامها وقاعدة كنت تقول لها وانا بنت من أسرار مشا تخرجتهم وبدأت تقول لهم بلانا وإلها مرابرهوشة وكانت خروج وكانت دور والاستقتلي بزاة الكذوب المهم انا ما بين هذا الوقت كانت تجيني واحدة خريبة كانت تجيني يموغاجي وكانت تجيني لأطباء نسائيين يقولون لي لديك مشكلة الهرمونات وكانت تدوى ودرت الرجيم وقضيت كل شيء كانت تحليل كل شيء جيد ولكن من هذا الوقت كانت تجيني معرفة وكانت تجيني مرأة وكانت تقرأ عليها كانت تريد أن تخرج لي من الراحم وكانت تبقى غير تنبكي كانت تقول لي السيدة الراقية ممكن تكونت تخططي شيئا او كانت تجيني وكانت تقرأ ولكن من سوى الدكسيدة كانت تقول لي لأنه من العالم لأخر ربما شيء طلعت معك والله أعلم المهم دلنا العرث وخبلا موافقة بلا تكتيب بلا تشيئ نعر العرث وانتي لبسوني نقافات وهم جايبين دفوع العائلة الراجل واحدة بنت صغيرة دقت على نقافة وقلت لها هكي أخلتي هاد الفنايت دريهم العروسة راديالها شفت في نقافة وصولتني واذا أريد أن أقوم بعمل لا أنا لدي أي شيء فنايت حيث فعلا ما لدي عيطت الماما وصولتها واذا تريد صيفتهم قلت لي هل لا أعطوهم لك قلت لها شيء بنيتا وقلتها من عائلة العرث حيث قلت لي أنا من عائلة العرث ولكن ما قلت لي شكون بالضبط حيث البنتي يفر شدتها خافت وما أريد أن تقول لها شكون ذلك بدأت تقرأ لهم وقلت لي يسر بنادم لا يريد أن يحفظ ولكن أختي إلهام لا يوجد على هذه العائلة أنا كنت أحاول أن لا تدخل ذلك الشيء سكت وكملنا العرث على خير بابا نهار قال لخاطبي واذا سأجدها قال لي لا ما سأجدها ولكن ما شيء هو الذي كان يقول وهم الذين يقولون يقررون قال لي صافي وخا سترجع معي للدار حتى تخرج لكم الورقة ويتكاتبوا قال لست شهار وشي حاجة جاء الوقت فشأنا نتكاتبوا وبدأوا المشاكل لاحقا ما تجيبوش خيقية لا ما بغناش نشطحو المهم ذوك المناوشات اللي قلنا عليهم ماشي مشكلة وغمضنا عينينا زوج خالتي وواحد عمتي غنيلحقوا علي لغد لي ولكن اللي غيشوف الخصوصية سبوحي هي مرتلوسي سبحان الله قررتوا ليها وخا كان هو ضد الفكرة قال لي يا بلانوذك شي ما بقاش المهم غيرانا تزوجت ب تحبسات لي والطبيبة كانت تقول لي المانع الحامل لم أفهمت كيف ولا حتى فوق سيكتب لي واحد الحامل في شهر حملت وانا ما زال ما كنتش مستعدة حيث ما كنتش بغى كنت ما زالت نقرأ ويا الله دخلت في عامي الثاني وتقول بلي انه مباخي ديت كنشوف راسي وسط المشاكل القيل وقال وفلانا المهم غدا يكتب لي ذاك الحامل وداز عندي وحميه سهل ما كنتش بغى ناكله ولا معانيتش فيه بزاف ماما مسكينة كانت كل نهار كتب لي شيئا وكتبها لي مع العين بالله أنا وعمي كان ساكن حدانا تم اخواتي تراجلي ساكني حدانا عمرهم عيطوا علي ولا قالوا لي يا شوت شهيتي نجيبها لك ولا اتشي حاجة تأتي وغيرا اذا احتاجوا شيئا ولكن منمورة ظهري زوج اخواتي حدايا لا تطلوش واحد من نهار اول دخلة سيمشون لعندهم دينا الحلوة والحليب دينا الحلوة دينا الحلوة دينا الحلوة دينا الحلوة دينا الحلوة بحيلا ما اعجبهاش الحال رجعت لي الباب فوجي ودخلت تخبات ما قدش لي على السلام ولا دخلي هو كان من موراي وكي يشوف كل شيء صرتها وشدتني نخصها في قلبي وقلت مماشي مشكل دخلت وقلت بزز مني حتى حد ما دصرني ما سولني ما دهفية رجعت للدار وانا تمكي وتقول ما لي على حالتي اعرفوا بلي انني حاملة واحد مهار من بعد سبحان الله عرضوا علينا انا وعمتي ديك بنت عمي واختها وامها لماذا عرضوا معي على عمتي حيث شدرت الهضرة بلي انا وولي ما عرضوش على فلانة اي الام وحشومة وجابوا عمتي باش انا تشهد فوما دارينا رفيصة وانا تنكرها وانا مازال عزبة قلت غير سواب وانا نرقب غير شفية من تجاج كان قسم لكم بالله كل جزوج ديكو وبدأت تقول لي كل هذه البيضة هكي وكل مرة تضعوا من الصواب وانا نناكل غير خرج اعزكم الله وصلنا إلى الدار لم يتمكن من عشرة دقائق بيت نغوت بكل شيء ما زال ما طلعنا في الدرج بيت نغوت ونقول للرجلي شئ حاجة غادي تخرج لي طلعنا والليل كله وكانت توجع والدم ديس بيا كنت نحس بشي كورة غادي تطح مني وصلت تلاتة ديالليل جاهدتي الحال لا تستطيع أن أقول لوليدية حيث لا تريد أن أخرج هو أبقى فايق معي تلقى علي القرآن وتقرأي على كرشي حتى تهدنة الأمور صباح الصباح أعيطت على الطباب ومشيت لعندها قلت لي أنا والحمل ديالك في خطار وما تابتش أعطتني واحد دواء دار 4 شهور ماما كانت تأتي ومشي عندي كل نهار في الطاكسي بابا قال لرجلي إلهامك تتحام المريضة أمها تبقى غدا وجاية قربوا لنا الله أعطيك الرضا وإذا أخذكم شيئا نوجد لكم من ذهبا فعلا كرينا أحدا ماما هم ما يعجبون ما حال علما أنه بنت عمي عمرني ما شفتها ولا جاءت عندي للدار دارنا كانت عندهم دار واحدة أخرى خارج المدينة كنت كنا نمشي معاهم لها واحد النهار مشيت فاش رجعت لداري لقيتها مبدلة وهنا عرفت باللي أنهم يجوا من مرايا واش عيط ليهم ولا كي عيطوا لي وجابهم ودائما لن نكون في الدار كانوا هم الذين يأتيوا حتى نخرج من داري هو تقول لي حتى نخرج من داري عندما يأتيوا لهم تقبلت الأمر بكل روح رياضي وتقول رأي عائلته هذه لا يمكن أن يجري عليهم مقبل أني مشي مشكلة خدمت رجلي سوف يصفته المدينة بعيدة علينا جاءني الفرق صعيب وقلت مشي مشكلة في سبيل الخدمة فرصة أنني مقام على دارنا لا يهمش ذلك الساعة كنت نقرأ ومشي في دارنا وحملي كان غادي مزيان وحياتي كان تبقى خير وهو لم يكن وعمرش أحد من عائلته سهول على لي ولا أعرض علي أنا أبقى فيها الحال وخاة كنت عايشة في دارنا مزيان ولكن كنت نقول لماذا من عائلتي حتى أحد عمره ما سهول فيها ها هو جرجع وكان خاصني أنني نقرأ ونأتي ونطيب لي حيث كنا في رمضان ونأتي نبقى وقفة وبعض المرات نضرب مسافة طويلة لأنني لم يكن لقى المركوب فماما كانت تقول لي بلتي غير يخرج رمضان ونأتي نصالحك وابنت عمك شهر الغفران هذا فعلا في سالة رمضان نهار العيد نحينا كاملين ندخلنا لم يسلم عليها شهر الغفران ماما كتبت وقالت لها فلانا أجي تصرحي مع ابنت عمك شهر الغفران شهر الغفران شهر الغفران ماما كانت تقول لها الله يرضي عليك ورغم ذلك لم تنزلت وكل شيء بدأت يدور فيها نضي ولي رأى ابنت عمك عاد ناضط زدحتني بحيالها شاهدتني غير البارحة خرجنا من عندهم مراجل يمشى وحاولت شدني لوجاع ذلك النهار وقيت ساكتها لم أقدر نقول لماما مرة أخرى شيء نخلعها تقول ربما غير خلطت الماكلة قلت لماما سأذهب لداري لأنني مريضة أريد غير الناس قليلا فمشيت أصبحت طبائبة أصبحت حق أنت تجري وأنني ذات طبيبة دخلت كحالة مستعجلة وحاولت أنا داخل وقال حيثت يوجد يظل التي تصبح حالها فيتم تحرك وقال فنحن وتنظر وانت حيثت أنها لا لا دكتورة. قلت لي العنق رحمك محلول بثمانية ديال السنتيم. وولدك سيطح دابة خاصة تولدي وإلا حياتكم في خطر. أنا تصدمت وتمكي لأنه تخيلوا معي. باقي ما زال يومين لست شهور لكي أكملها. قلت لي قولي لرجلك دابة يجمع لك حواجك لأنه سيطولدي. جاء رجلي داني في الطموبيل الكلينيك نعسوني فيه. من زجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج نعصى في القاعدة العمليات ما قدرواش أنهم يولدوني. كتقول يا طبيبار راني خفت أنك تموتي. ولا ولدك توقع لي شي حاجة. أهانتي دابت تحت المراقبة حتى نشوفه. لأنه عنق رحمك محلول وما بغشي تسد. ولكن نرى البيبي يطلع لداخل. بتمزججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج مصاريف لأنه لم يكن نادرين الحساب حيث كنا كنا نقول باقي ما زال الحال ماذا كنت ستولد في 6 شهر في الأخير شاهدت مع طبوبة أخرى وهي التي جاءت وقدت لها عملية وقد بدأت لها ولدي ومشوك يجروا به القرعة لا يستطيع أن يغمروا به بعد ذلك تتلعوني وبدأت أنه لا يوجد أكسجين حيث لا يكمل النمو وخاص القرعة ضروري كمية الثلاثيام وأنا لم أكن أرى ولدي غير تامكي قد وزت عشرين يوم تماما وكنت كل نهار الكلينيك غادية جاية لكي نشوفه وكامكي ورغم هذا الشيء الذي كنت نعيش كنت نسمعها دور رأى ولدته من دول حاجة رأى حالته رأى ما كاملش رأى يموت رأى 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 واحد نهار قلت لي أخذوه أنا أصلاً وصلة بي حتى الحد قلت لي عنده يديه عنده رجله قلت له ايه علش رأى دري كامل قلت لي أخله في ذلك الصندوق شفته سكت على العموم ذلك الوقت الذي فيها والدي في السبطار وجدت غير بابا الذي سيخلص ثلاثة ديال مليون وقلت له خمسة ألاف درهم لم يكن نزيد ونكمل له ولم يكن نخرجه لأنه سيمرض لأنه سيخطر عليه أسبوعنا نحاول أن نخرجه لم يكن يسرح لنا أخيراً قلت لنا نضيفه واحد أخر الذي لديه علاقة بالشغال الرجلي ولم يكن نخلص فيه شيئاً وهذا كان أكبر غلط من بعد أسبوع أعيطه لنا أأخذ أبداً من نوبات الصراع ولم يكن نضيفه ولم يكن نضيفه ولم يكن نضيفه أبداً لديه لديه سكانر لم يكن نعرف ما لديه بالطب أنا أتباليب لأنني أبداً عادة الكلينيك الأول كانت تعطيه كمية قليلة من الأكسجين على الدوم ولكن عندما أخذت أبداً أبداً لديه كمية كبيرة تقولون لا أبداً لا أبداً ونعرفه وباقي صغير أرى كيف يجب أن يكون حالته لا يأكل لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة سيماً بالحساب أعيطني الطبيب تقول لي أن أدريك ما لديه ملانجيت أنا لا أكدب لكم كنت كنت نسد على رأسي وكنت كنت نقلب كيف وماذا وماذا القناة الطبيب شوية عارفة ما هو هذا الأمر المهم عندما ندخل في الكلمات التقنية أو البروفيسيوني للطب كانت تفكر في هذه المرحلات كلينيكات خطار خصوصاً أنه الإنسان إذا لم يكن قاري وواعي صعيب لأنه يجعل فيك ما يريد ورغم أنك تكون قارية كنت أنا قوي فزا لكن ما قالوا لي كنت عارفة حيث كنت كنت بحث قالوا لي ستخصوا عملية لأنه سيكبر وبدأوا يدخموا لي في الوضع أعطناهم الأوكي لكن قبل أن تقول الطبيب بالسبب لكي تقول لي قال لي ولكن كانت الحالة مزيانة وكل شيء بخير أرجعت عن الطبيبة التي سبعت وولدتني وسألت أحفاك قال لي الطبيب الذي أولدي لديه 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 وهذه وهذه تقول لي لا والدك لا لديه طبيعي المشكلة كان لديه أكسجين لأنه نقلته من كلينيك وعطته لديه جاهدة ونقلته ونقلته لديه لديه منذر ونقلت لديه أعطيناهم الأوكي العملية كثيرا من التفاصيل التي لم تقللها لديه لديه ونقلت 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 لديه ونقلت ونقلت مرحبا من من المراحل لكي نختصر عليكم قالوا لي لديه كثيرا لديه ومع الميكروب يضرب شكا فالأنتيبيوتيك كنت لديه حسنا لديه ومعارضة لديه من ومعارضة فقراء انا لا أعرف طبيب ونقلت لديه ساعة ونقلت لديه لا يوجد مشكلة فقط للمشاكين العائلية والهضرة كانت مستمرة و لم يخلقني فأنا لم أعرف لماذا هي قطعتني و لماذا تشفى فيها المهم هو أن تشف بأن الشروف المشي هو هذا وعرفت ماذا لقنا؟ لقنا بأنه فعلا أخذ كمية كبيرة الأكسجين لإثارته على الشبكة ووصلته للمرحلة الأخيرة قلت حلا في أمي قلت لكم بأنه والدي لا يحتاج لكم ورغم أنني بعيدة على الطب ورفضت كلامي و قلت للمرحلة لا حياتي من تنادي تفقصي سخفي موتي لا يوجد لك حقك وفي المغرب لا يوجد حل هذه المشكلة صليت سجدت وبكيت الرجل مرات يقول لي أنا راني بخير ومرة راني ما تنبقى أنني نحملك ولا نشوفك ماذا تقول؟ ما هذا الكلام؟ أنا لم أكن أمن بهذا الشيء لذلك ربي سيخلص وحسبي الله ونعمل وكيل فيهم وقلت لي أحد طبيبة بقى لك حل واحد إذا أردت أن تنقضي الأمن في العوينة لأولدك أنك يتمشي لأوروبا أعطوني فعلا ورقة تنصلي وكان دعية ربي تعاوني منين سأجيب الفلوس؟ تصير الله تسرات ورغم مع العلم لذلك العائلة لم تقلتني ودوروا علي رجلي ولم يجعلوه يمشي معي أو لا يتوافق معي في الفكرة غير لكي ندفع ذلك الفيزا تصيرت وتضاربت وتتقاتلت معها لكي نمشي الحمد لله تسرات الأمور ومشيت جئنا وقدرنا لها عملية الأول في العوينة التي كانت فقود فيها الأمال وفي انتظار أنها تنجح الرجلي يرجع قالوا ليبل أنه لا يعتمد عليها بثاف ولكن هناك نسبة قليلة 20% أنه يستطيع أن تبلي شيئا أما العوينة الأخرى تشوف بها ولم يحتاجها عملية ولكن محتاجها مراقبة لا تدهور الحالة لها قلتني نصلي وتمكي وقلتني يا ربي ما عندي شجاد نمشي ونجي رب ما عندي شجاد وراني كان عاني فشفوا الضوصي هنا يقول ليبل أنه والدك لم يحتاجه بثاف الحوايج الذي يداروه في المغرب وصدقت من العينين للرأس تقول الحمد لله المؤمن مصاب أنا مقص حالي أنه وصيد شي كله عائلة رجلي بلوكاوني ورغم أنه وماما قلت لي ما تهموكش اديها في حياتك ما زيدينك حتى شي حاجة أنا اليوم ما زال رحلتي طويلة وده بغد ندخل المغرب باش أنا ندوز العيد ونعود نرجع الرجلي علاقتنا ما غاليش على خير ورغم أنني اتوحشته وبسببهم ما تنصفنيش فاش كي يدلموني عيت ما ندر معهم السواب ولكن ولو ولا هو كي يحترمني ولا تيحترم لي والدية تبتلع لي بالساف أنا ما نكتبش عليكم أنا اليوم صبر علاق بالولدي وما زال ما فكرتش فراسي شنو غاندير لكن نصيحتي اللبنات اللي بقين كي يقراه ويالله تزوجو ما تولدوش ما تولدوش حتى تشوفوا العلاقة أش من المصار غليت تاخد لأنه ما شيبوه ذكلي كتعاني رحت والدك معاك وولادك أنا مع والدية الحمد لله مشكلة واحدة أخر اللي يخرج لي من الجنب أنا ما عرفاش اليوم في نكريه وعند منا نقلس وتفاصيل واحدة أخرى كتير ما نكترش عليكم بها اللي ما زالتها بعاني من هذا الشي كامل سوف نقول لكم أخير دعوا معايا هذه هي حكايتي وهذه كانت حكاية إلهام يا سادة يا كرام اللي غادي نقول لك وسط هذا البتلاء سبحان الله أعانك الله فيه ماشي سهلة أنا عارفة بلي أنا ماشي سهلة خصوصا أم لا يكون معاك ولكن سيقول لك حاجة أنت محتاجة عائلة راجلك أنت محتاجة عائلتك أنت محتاجة مقبك ليوقفوا بجنبك وكافيين لكي تتحدي أي حاجة في هذه الحياة اللي يرضى عليك اديها فرصك و اديها في ذلك الولد لي دار شي حاجة من سحر أو من أذى ربي غادي خلص وانا ما عارفش كيف ينعسوه كيف مستمر راحياتهم وما كي أديو ناس وحد آخرين ماشي مشكلة هذا غير ملائكة الله ما تكوني مظلومة ولا تكوني ظلمة ربي غادي ياخذ لك حقك وغادي ينصفك إن شاء الله ديها فرصك اهتمي بالمظهر ديها اهتمي بذاتك اهتمي بروحك لأن ذلك الولي ذا والذيك الملائكة محتاجة لك كثير من أباه أما إذا كتبلك باللي أن علاقتك مع أباه ما غاديش مزيان فلاكي الاختيار أنك يدري ذلك شيء اللي يمسلكك خصوصا وأنه تقاتلي ببحدك فالقرار لك نتمنى من الله عز وجل أنه يشافي لك ولدك ويوقف معاك نتمنى أيضا المتابعي الكرام يخليوا لك تعليق جميلة تبرد لك الحرقة ديها قلبك دمتم في رعاية الله وحفظا نتلقوا بطاقة إن شاء الله وسلام سلام